من فرنسا عضو فريق الدفاع عن عبدالله السعيد يا دكتور شريف أهلا بيك مساء خير أهلا وسهلا يا أهلا بيك يا فندم تحياتي لحضرتك وعايز تعليق حضرتك على الأحداث اللي حدثت في الفترة الأخيرة وملف عبدالله السعيد وحكم النادي الأهلي بالحجز على أمواله وعلى ممتلكاته وأعتقد يعني سمعت أن فيه مفاجآت النهار والله هي أنا يعني هبتدي من حيث أنت انتهيت حضرتك انتهيت يعني بين الوضع اللي وصله الموقف الآتي اللي هو الموقف الحجز اللي حصل على ممتلكات عبدالله في الحقيقة الواحد بتعرض لحملة شرسة عبدالله بتعرض لحملة شرسة مش طبيعية مش بس طبعا من قسمه من النادي الأهلي ولكن من مؤسسات في عضية بالدورة للأسف يعني عواية تعرقصها طبعا مركز التسوير تمام اللي حصل حذكر عارفة من ثلاث قرار في إبريس من السنة الهاتف عبدالله طعم قدام الكس زي ما الأهلي بيطا عدام الكس على طول وزي ما كل النواد المطرية وزي ما الانتحاد نفسه لسه طعم قدام الكس على قرارات معينة طعم من اتحاد الأصريقي ده الطبيعي وده المسلة الطبيعي ليه وليه أن عبدالله راح قدام الكس تمام اللي حصل أن مساعة ما راح للكاس من يوم من أغسطس وقرر مركز سويدة موقوف موقوف بالخطاب رسمي طالع من الكاس الأهلي فضل قاعد ده جديد الكلام ده الكلام ده موجود للزمان حضرتك بس ما نقولش في الإعلام حفاظا على فرية الإبراءات بس إحنا حلص لحكم عشان كده بقول لحضرتك بس أنا الإعلامه المعلومة اللي عندي أن عبدالله ما عملش طعم على هذا الحكم لأن الطعن بيتكلف مليون وثلتمائة ألف وإنتوا قلتوا أن المبلغ كبير جدا أن إحنا نعمل طعن لأن الطعن كان يوقف الحكم إحنا حضرتك عمين طعن في الكاس وطعن في الكاس ووقف الحكم ومعانا قطاب من أغسطس ومعانا قطاب طالع النهاردة تاني ومعانا حكم طالع من الشخص آه إنت عملت طعن إمتى يا فندي عملت طعن إمتى عملت طعن إمتى عملت الشهر 6 اللي فات طعن في الكاس لا أنا بكلم عن الحكم اللي صدر دلوقتي حضرتك عملت عليه طعن اللي صدر لسه من يومين بالحجز على منتلكات عبدالله السعيد والغرامة نملي فضل يا فن عايز الناس تفهم بس اه لا انا كل دقاء بتكلم ان القرار المركز موقوف اللي انت بتقول ان هو تنفسه ان هو يتعامل دي حجز هو اصلا موقوف الكاس وارفان من زمان اه اللي حصل ان الجوم بعد كده شهر اللي فات شهر خمسة طلع حكم من الكاس مش عاجب الاهلي الكاس قالت انا مخصصة وانا هفضل في الموضوع فالاهلي امواخذ حكم المركز اللي موقوف قانونا وادخل القضاء في النزاع دي مخالفة تانية طبعا ان لها ضراءاتها وطبعتها مع سيفة انه ادخل القضاء لنقص راح قدام القاضي وانطالب مع القضاء قدام القاضي قرار المركز على اساس ان هو قرار نهائي واخفل تقديم المستمدلات اللي قدام الكاس وقرارات الكاس فبالثالث الى الامر التنفيذي واخذ عليه حاجز ايه تحفظي الحاجز تحفظي طبعا الزمل افناص هيتظلموا منه وهتعانوا عليه بناء طبعا على الخطاب اللي احنا كمان لست جاينا من الكاس النهاردة الصبح النادي الاهلي اخذ حق الرد ان احنا طبعا لما جاتلنا الاعلانات بالحاجز التحفظي ده بلغنا الكاس على طول لنجي مخالفة مخالفة للقرار الوقف واضح كده تمام تمام فالنادي الاهلي كان لحق الرد هو مركز التسوية وهنا بتظهر الحاملة بقى لقول لحذاك عليها مركز التسوية اللي مالوش نصيب في تنفيذ الـ 20 مليون دولار ولا ليه اي علاقة رايح بيقول للكاس المفروض الحاجز لك نفسه انا مليش اي تعليق على اي احكام عشان بس اني بقى واضحين يعني انت انا ما عنديش هنا اي تعليق على احكام طلعت هو مفيش احكام ليه ما فيه حكم تلعب الزام عبدالله بدفع اتنين مليون دولار ده قرار طلع من المركز المركز ده محكمة جاء قضائية تمام مش قرار قضائية ده مركز طلع قرار بتاعيه ده ملكاس مهم حضرتك يعني فاللي حصل اللي حصل كان ايه اللي حصل ان اتطاعن عليه وهيتم ويتم رسمي خدت خطاب من الكاف النهاردة رسمي طب ممكن تبعتهن نعرضه هبعطولك طبعا بس دلوقتي المكتب قافل بساعة داتي هوا مش جالك يا فانديم يعني عك خطاب ما هو جالك جالك الخطاب ايوة طيب هبعطولك مفيش مشكلة ده هتقدم في المحكمة بكرة اه انت هتقدمه في المحكمة بكرة اه طبعا تمام طيب هل عبدالله السعيد حول كل ممتلكاته اه خارج مصر عندي خبر كده مين قال حقيقة الخبر ده انا جاي لخبر ان عبدالله السعيد قبل ما يصدر الحكم بـ 48 ساعة حاول ممتلكاته خارج مصر والله انا يعني انا الخبر ده لا اصل في صحيته خالص انا معاشه وليه منين بس انا بقوله حقيقة احنا براس الارصدة الارصدة مش الممتلكات يعني الارصدة الارصدة تلبروك تم الحجز عليها طبعا نعم تم الحجز عليها تم الحجز عليها تم الحجز عليها طبعا يعني فيش حاجة تحولت برا والكلام ده كله حدث حصل الحجز احنا راحين المحكمة ليه الحجز حصل على جميع البنوك اللي عبدالله حطت فيها فلوسه كل البنوك حدث احنا راحين المحاكم بقرة عشان اتظلم من عمر الحجز تمام تمام طيب طيب ايه الخطوة الجاية هل الخطوة الجاية زي ما قلت لحضرتك ان هي المحكمة الرادية اللي هتقول الحكم النهائي الفاصل في هذا الموضوع الخطوة الجاية حضرتك احنا طبعا ده فطوة ده فطوة الاخيرة الفطوة جاية على طول الغاء القرار الحجز ده تمام وما مستبعش في اي وقت نقعد اللي جول لفيفا عشان نلزم الاهلي بقرارات الكاس والاهلي ما بيستزمشوا بقرارات الكاس بيخال بقرارات الكاس وده مخالفة صباحة لأحكام بفيفا يعني في تصعيد من قبل عبدالله السعيد طب الفيفا ممكن يعمل ايه للاهلي الرجل في عقوبات كتيرة جدا هيبقى اول نادي والاخر نادي يحصل ان هو يخالف قرارات الكاس من اول من اول الغرامة وبتصل لحد الحرمان من المشاركة في سوء الامتقالات وكمان ممكن خصم النقاط وممكن ينزل يعني فيه فيه تصعف العقوبة تمام بشكرك دكتور شريف